المترجم للقناة 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 الرجاع الرياضي من القاهرة بالرغم على انه خسر بزوج الواحد ولكن هزيمة بتعمل الانتصار بالنظر للظروف الصعبة لمر منها الرجاع الرياضي خصوصا فيما يخص الجانب التحكيمي لما كانش عادل هاد المسألة انتفقوا عليها وصراحة كنستغرب من بعض القنوات اللي كتحاول على انها تزيف الحقائق كيفما قلت 99.9% كلهم تفقوا على ان ضربة جزاء اللي اخدها الاهل المصري في لقاء الدهاب كانت ضربة جزاء وهمية الا قناة ولجوجي القنوات تابعين للاهل المصري جابوا حكام مصريين يعني صراحة وللأسف حكام كانوا دوليين وهذه الحكام جاءوا بكل جرأة امام الجمهور وردونا الباطل في صورة حق وقالوا لك على انها ضربة جزاء مشروعة مئة في المئة شيء صراحة لا يتقبله عقل ولا منطق لأن الواحد يمكن يخرج بكل شجاعة ويقول على ان ضربة جزاء كانت ضربة جزاء وهمية ويعترف يقول على ان اخطاء تحكيمية جزء من كرة القدم هذا مش هو الموضوع دينا الرجاع الرياضي في لقاء الايام تنتظره مهمة صعبة امام فريق متمرس وبطل النسختين السابقتين والراجاع الرياضي في لقاء الايام يحتاج لهدف واحد هدف واحد كفيل على انه يأهل الرجاع الرياضي لنصف النهائي وان شاء الله وبقدرة الله الرجاع الرياضي سيكون هو المتأهل ولكن ولكن كرويا كرويا المستوى اللي يقدموا الرجاع الرياضي في لقاء الدهب ما عجبناش لكي لا يكونوا قاسين على اللاعبين لكي يحكم ويخرجك من تركيز ذيالك ويعطي الخصم ضربة جزاء اهمية بالدقيقة الرابعة من بين الأسباب اللي خلات اللاعبين للراجاع الرياضي ما يقدموش مستوى كبير وكنا شاهدنا لما كان الرجاع الرياضي متأخر بيهدفة اللي يسفر وتاقف الامكانيات دياله والمدري التوصي لما دار التغيير ودخل مقومة ووسط الميدان واللمزيان شاهدنا على ان الرجاع في ميصر كانت عنده الجرأة ودار العديد منها الهجمات وتمكن من العودة في اللقاء وسجيل هدف وكان بإمكان الرجاع الرياضي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 92 لو ان الهبطي استغل الفرصة الذهبية التي اتيحت له وأيضا باش نكون عادي الأهل المصري خلق فرص كثيرة ولكن لما يكون عندك حارس عملاق من قيمة زنيتي حارس تصدى لجميع الهجمة دي الأهل المصري بما فيها ضربة جزاء نفدها اللاعب السولي يعني المكسب الكبير في اللقاء الدهب هو عودة سبايدرمان وأكيد على أن الجمهور الرجاوي سيكون مطالب في اللقاء الدهب باش يشجع منذ ما غنقولش منذ أول دقيقة لغاية آخر دقيقة ولكن تشجع مخصوش يوقف يومين ولا ثلاث يام قبل اللقاء نهزم المعنويات دي اللاعبين نشجعوهم وكما كنقوله بإمكانه على أنهم يسجلوا في مرمى الشيناوي لأن اكتشفنا في اللقاء الدهب على أن دفاع الأهل المصري هش بكل ما تحمل الكلمة بمعنى في مرحلة المجموعات الأهلية تلقى أهداف في البطولة المصرية أيضا وشفنا أيضا في اللقاء الدهب الرجاء الرياضي تمكن من الوصول لمرمى الشيناوي بالرغم من الصعوبات الكثيرة اللي اعترضته أولها كانت تحكيم المدرب التوصي سيكون مطالب بتصحيح الأمور في اللقاء الدهب الشخص المناسب في المكان المناسب وخصوه يعرف على أنه تدرب الرجاء الرياضي واللاعبين سيكونوا مطالبين بردة فعل ما سنقولك على أن الرجاء خصوه يفتح الخطوط منذ أول بقيقة ولكن لا نريد أن نرى نفس المستوى اللي شفناه في اللقاء الدهب إذا قدرنا مقارنة أكيد على أن كل شيء يصب في مصلحة الأهل المصري ولكن مع حضور الجمهور يمكن لي نقول على أن حضور الرجاء الرياضي ستكون قائمة نتمنى نتمنى على أن التحكيم يكون في المستوى في اللقاء الدهب في اللقاء الإياب نتمنى شخصياً لأن ليس من العقل وليس من المنطق على أن الرجاء يتعرض لمجزرة التحكيمية ذهاباً وإياباً وانتمنى وهذا شخصياً أنا متأكد منها أنا متأكد على أن المخرج التلفازي في اللقاء الإياب سيكون محايد لأننا صراحةً في المغرب ما تعودناش على أن نشوفوه يعني ما فعله المخرج التلفازي في اللقاء الدهب صراحةً شيء شيء يعني مخجل مخجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى إذا نريد أن ننظر على التوقع الذي ينتجه اللقاء اللقاء بإذن الله سينتهي بهدف لسفر لصالح الرجاء الرياضي والهدف سيكون من ضربة جزاء وضربة جزاء مستحقة وحقيقية ليست مثل ضربة جزاء ضربة جزاء والليقاء الثاني سيجمع الودادة الرياضي الذي سيستقبل شباب الوزداد الجزائي والوداد أيضاً المهمة في اللقاء الدهب لم تكن سهلة تصور على أن فريق منذ الدقيقة 4 أو الدقيقة 5 تسترد منه لاعب تسترد اللاعب الداودي خلي الوداد يلعب 85 دقيقة مباشرة للاعب وأنا ذاك الجمهور الودادي يعني صراحةً شيء صعب شيء صعب لأن الفريق اللي تحبوه اللي تشجعوه يلعب 85 دقيقة بعشرة دي اللاعبين ولكن كنا كانت عندنا تقيقة في اللاعبين في الرجولية في الحماس في القرينتا في القتالية دي اللاعبين دي الوداد وبالفعل قدموا مستوى كبير نزيدوا عليهم لما يكون عندك متوفر في بنك الاحتياط مدرب شاب كيعرف الكورة وكيعرف يجري اللقاءات وأيضاً كيعرف يلعب بتوازن وكيف يدلوا الوداد قادرت على أن في لقاء الذهاب احتكار الكورة كان لصالح شباب الوزداد شباب الوزداد احتكرت الكورة ودينا مسألة منطقية لأنها لعبة في بلادها خضوا زماياري 40 ألف والوداد لعب عشر دي اللاعبين ولكن احتكار الكورة مكيجيبش لولاد مكيسجلش أهداف الوداد تحمل اللعب في الشوت الأول وفي الشوت الثاني الضغط الضغط عن طريق المهاجم بنزا تمريرة حريرية من العملود بنزا تسجيل هذا أعطيت أسبقية لفرق الوداد أعطيت ثقة أعطيت شحنة معنوية لللاعبين وخلتهم يكملوا اللقاء وأيضاً هزت الثقة لللاعبين بالوزداد والوزداد استطاع لأنه يصمد لغاية آخر دقيقة أيضاً الحارس التقنوتي قدم مستوى كبير الشيء لخصومه اللاعبين للوزداد انساوا انساوا نتيجة لقاء الدهب ما زال ما ندرنا حتى شيء وهدف السفر ليس لك التقدم الكبير اللي يمكنك تعول عليه وأكيد على أن المدرب الرقراقي سيطالب اللاعبين باش ينساوا نتيجة لقاء الدهب ويدخلوا ويكونوا مركزين على اللقاء الأيام وأكيد أيضاً مع حضور اللاعب رقم واحد الجمهور اللي ستلعب لقاء يعني ستلعب شبابك مغلقة تنظر على أن النسبة للحضور لن تقيل على سبعين ولا ثمانين ألف متفرج وهذه المسألة ستشكل حافز كبير بالنسبة لللاعبين للوزداد وكنا نعرف الوزداد عندما يستقبل مع حضور الجمهور دياله من الصعب من الصعب من الصعب لأنك تربحه من الصعب لأنك تخرج من ضار البيضاء من نتيجة إيجابية يعني هذه المسألة لا نقاش ولا جدال فيها نتمنى شخصياً على أن ما نشوفوش الأخطاء اللي ترتكبات في لقاء الدهب خصوصاً تدخلات اللي يمكنها تكلفك تدخلات مجانية اللي يمكنها تكلفك الغياب على نسب النهائي واللي يمكنها أيضاً تخلي الفريق ديالك يلعب متأخر دقائق كثيرة يعني اللاعب الدودي ما غادش يلعب لقاء لإيجاب بحكم على أنه تحصل على بطاقة حمراء في لقاء الدهب ولكن كيف ما قد الويداد عنده دكتة احتياط قوية واللعب اللي يدخل أكيد على أنه سيقدم ما ينتظر منه لأن مثل هذه اللقاءات لا تربح إلا بالعزيمة بالقرينطة بالقتالية شباب الوزداد لن يأتي للمغرب من أجل السياحة أكيد سيأتي ويبغي يبغي فريق الويداد بالضالة سيأتي ويبغي ردد فعل سيأتي ويبغي لأنه مجرد فريق الويداد يجب أن يكون مجدراسة لذلك وأكيد لن نشاهد سيناريو الدهب سيناريو الدهب لا تكرر سيناريو الدهب لأنه بالوزداد يلعب دفاع مع دفاع ويعتامد على الهجمات المرتدة ومن يحتكر ومن يسيطر على القرى فريق الويداد أفضل سيناريو يمكن أن يحصل هو أن فريق الويداد يسجل هدف في الدقائق الأولى يبعتر به الأمور من الشباب الوزداد وأيضا يقرب الويداد أكثر من نصف النيائي ودائما يجب أن تفكروا السيناريو من كايزر تشيفس الجنوب إفراقيا حتى شيء ما تضمنه في الكورات القادمة ولا يمكن أن نقول أن الويداد تأهل للنصف النيائي قبل اللقاء الأمور لن تحسم إلا باخل أرضيات الملعب بالعزيمة بالقريمتا والقتالية وأهم شيء استغلال أنصف الفورس الويداد الحمد لله دفاعيا يمكننا نقول على أنه مطمئن بنسبة كبيرة لما يكون عندك فرحان ويكون حداه داري جوجي اللاعبين صراحة قدموا مستويات كبيرة العملود داري مستوى ديهم أيضا خصوصا فيما يخص المساندة الهجومية العرضيات بدأ أن يتطور خصوصا اللاعب العملود لكي شكر قيمة تابتة في الويداد وسط الميدان حدث ولا حرش بحضور ترموميتر اللاعب جبران والحسوني اللي عنده دور كبير سواء دفاعيا وبناء الهجمات وأيضا فيما يخص الهجوم بلا منسى الجانب الهجومي بقيادة مبينزا لكن تعتبر صفقة ناجحة لفريق الويداد بجميع المقايز واحد الحاجة ما ضغطت عليها بتحليل اللقاء الدهار هي الألنانية شفنا على أن الويداد كان يمكنه يسجيل هذا في دقيقة الأولى والتانية لو أن اللاعب المترجي باصل كرة في الوقت المناسب للزامل ديال الجماعية سيكون عنده دور كبير ليس ضروري على أنك تسجيل ولكن تسبق مصلحة الفريق على المصلحة ديالك هذه المسألة وهذه النقطة مهمة جدا فيما يخص توقع نتيجة اللقاء تنظم على أن الويداد سيكون هو المتأهل والويداد سينتصر بثلاث أهداف لهدف واحد اللقاء الثالث سيجمع بين التراجي التونسي الذي سيستقبل وفاق سطيف الجزائري اللقاء الذهب انتهى بالتعادل السلبي السفر لمثله نتيجة تجعل الأمور مفتوحة على مصرعيها ونتيجة سفر لا سفر تنظر على أنه نتيجة فخ بالنسبة للتراجي التونسي خصوصا على أن اللقاء الأياب من المرتقب على أنه يتلعب بيدون جمهور اللقاء الذهب عرف اكتساح لصالح التراجي التونسي التراجي سيطر على اللقاء بالطول وبالعرض وخلق أكثر من سبعة ولا ثمانية ديالفرص الحقيقية وكان بإمكانه بالميت على أنه يخرج منتصر بهدفين ليساك وهناك قاعدة في كرة القدم لما تضيع تقبل سؤال يطرح نفسه بقوة هل سيندم التراجي التونسي على الفرص الذهبية والفرص اللي ضيعهم في اللقاء الذهب وما تنضنش على أن وفق ستيف سيكون بنفس السوق وبنفس المستوى اللي شفناه في اللقاء الذهب باش نكون واضح وباش نكون صريح كل شي يصب في مصلحة التراجي التونسي من حيث الأسماء من حيث المستوى أضيف إلى ذلك استقباله لللقاء على أرضية الملعب دياله ولكن كرة القدم عودتنا على أن المفاجآت كتكون حاضرة أكيد على أن وفق ستيف حتى هو غايجي لتونس باش تكون عنده ردة فعل وغايبغي يخلقها متاعب ويحاول على أنه يخطف التأول دياله من تونس توقعي نتيجة اللقاء تنضم على أن التراجي التونسي وبصعوبة سينتصر على وفق ستيف بهدفين لهدف واحد آخر اللقاء غانت حديث عليه سيجمع بين ماميلودي سانداونز الجلوب الفرقين اللي غايستقبل مفاجأة البطولة والحصال الأسود وأنا سخصيا توقعت في تحليل الذهاب على أن سينتصر بهدفين لهدف واحد وهذه النتيجة التي كانت بيترو أتلتيكو عنده لاعبين قويين ولاعبين محترفين خصوصا اللاعب البرازيلي كان عنده واحد دور كبير في انتصار الفريق في لقاء الذهاب سجل هدف وأيضا عطاء السيست وهدو من اللاعبين نتمنى على أن الأندية المغربية يكونوا يسمعوني هدو من المحترفين المحترفين بحل يلعبوا في ماميلودي سانداونز أكيد على أنه يكفي هدف واحد للتأهل وبيترو أتلتيكو نقطة ضعف دائما في اللقاءات خارج الميدان نرى اللقاء ضد الويدات نهازم بنتيجة كبيرة لقاء أكيد سيكون صعب على الفريقين ولكن أنا شخصيا تنتوقع على أن ماميلودي سانداونز الجنوب الإفراقي بالخبرة والتجربة سيحسم الأمور لصالحه بهدف كندا كل ما يخص حلقة اليوم حلقة توقعت فيها المتأهلين يعني الأربع فرق التي توقع لأنهم يكونوا في نصف النهائي الويدات، الرجاء، ترجيء التونسي وماميلودي سانداونز على الجنوب الإفراقي ينتأهلو هذه الأربعة الفرق سيكون لدينا المواجهات الويدات سيواجه ماميلودي سانداونز على الجنوب الافراقي والرجاء العضياضي سيواجه ترجيء التونسي في نهاية قبل الأول دعوا أعلاقكم في التعليقات ودعوا ايضا توقعاتكم الفرق الأقرب من وجهتنا لكم شخصية للتأهل للنصف النهائي ونبلاقصوا كما هو العادة بشكل ويدبيد ونتأصف إذا أعزبتكم الحلقة دعمونا بلايك اشتركوا في القناة ديانو وفعلوا زرس النبيعي بجدائما ونصلكم جديد أول بأول كان معكم ريدامي قناة ورافينز السلام الله عليكم